بين مطرقة الشارع العراقي الغاضب وسندان المهل الدستورية وضعت الكتل والأحزاب السياسية نفسها وباتت الدائرة تضيق عليها لاختيار رئيس حكومة جديد فانقلب رهانها على عامل الوقت لإخمد الثورة وبالا عليها متظاهروا ثورة تشرين صعدوا من حراكهم في بغداد والمحافظات وأقدموا على قطع عدد من الطرق الحيوية والدوائر الحكومية تظاهرات واسعة شهدتها البصرة تردد فيها المتظاهرون شعارات ترفض تسمية محافظهم الحالي أسعد العيداني رئيسا للحكومة المقبلة وذلك بعد أن باء سرّبت تفيد بترشيحه إلى جانب أسماء أخرى للمنصب وأكد المتظاهرون رفضهم للعيداني ووصفوه بالقاتل والفاسد فيما أقدم آخرون على قطع الطرق الواصلة إلى حقل الرميل النفطي الشمالي ونظموا اعتصاما أمامه كما جرى قطع الطرق أخرى قرب ميناء أمقصر وفي كربلاء أعاد المتظاهرون نصب خيامهم في ساحة التربية بعد ليلة عاصفة اقتلعت عددا منها وأغلق المتظاهرون عددا من الدوائر الحكومية في المحافظة كما تجددت التظاهرات في ساحة الحبوب وسط الناصرية والتي شهدت توافد المئات من الموظفين والطلاب وأغلق المتظاهرون جسري الحضارات والنصر وسط المدينة ومبنى جامعة سومر في قضاء الرفاعي ولم يختلف الحال في الديوانية مركز محافظة القادسية حيث عمت التظاهرات ساحة الساعة وسط المدينة وأقدم المتظاهرون على إغلاق دوائر حكومية من بينها دائرتا الصحة والضريبة كما توافد المئات من المتظاهرين نحو ساحات التحرير والخلان والوثبة في بغداد وهم يحملون لافتات ترفض ترشيح رائد جوحي باعتباره مرشحا حزبيا كحال المرشحين الآخرين جاء ذلك في وقت تسلم رئيس الجمهورية برهم صالح قائمة تضم عددا من الأسماء المرشحة لرئاسة الحكومة بعد كتاب وجهه إلى رئيس البرلمان محمد الحلبوسي يطالبه فيه بتحديد الكتلة الأكبر حتى يكلفها بتسمية مرشح لرئاسة الحكومة وهذا ما أثار جمهير المنتفضين لأنه كما يدل كتابه لا يعلم من هي الكتلة الأكبر بعد أكثر من سنة على تكليفها بتشكيل الحكومة وباتت الكتل السياسية جميعا تبحث عن مخرج لها بعد أن حشرت في عنق الزجاجة المتظاهرون يجمعون في مختلف الميادين على أن أحزاب السلطة تحاول خداع العراقيين من خلال إدخالهم بدوامة الكتلة الأكبر والفراغ الدستوري كنوع من المماطلة ريثما يتفقون على حكومة أخرى وفقا لمقاسهم لا مقاس الشعب العراقي وبعيدا عن همومه وتطلعاته لكن لعبتهم هذه صارت مفضوحة مثلهم لكل الشعب وليس للمتظاهرين فقط